اشتركوا في القناة من مبنى الاكاديمي الواقع بهيئة مستشفى سيئون العام التوقف جاء نتيجة خلافات حول ادارة المبنى الاكاديمي تسبب بسخط كبير من قبل الطلاب الذين يطالبون بوضع حلول تعيدهم للانتظام بمقاعد الدراسة انا كطالب من كلية الطب جامعة السيون استوى خامس صراحة هذه المشكلة التي واجهتنا في الفترة هذه الماضية التوقف عن الدراسة لفترة شهرين او اكثر اثرت على مستوان الدراسة اثرت على طموحاتنا اثرت على اهدافنا كل طالب له اهداف في حياته له طموحات وبالتالي هذا المشكلة توقف في مدة شهرين متليين اثرت على مستواتنا صراحة تعثر الدراسة في الكلية وتضرر مستقبل العشرات من الطلاب في اهم كلية بالجامعة جاء عقب تصعيدات مستمرة منذ قرابة شهرين كان اخرها وقفة احتجاجية نفذها المجلس الطلابي بالكلية الذي قال انه اضطر لاتخاذ خطوة الاضراب للضغط على الجهات المعنية لتعجيل حل المشكلات وتمكين الطلاب من استكمال دراستهم لأسف جدا للوضع الذي وصلنا له والخطوات التي وجبنا انه نتخذها ونقدم عليها لكن هذه اصبحت ضرورة حتى انه يعني الرأي العام يتحرك يكون في تسريع الحل المشكلة لانه المشكلة مش وليدة اللحظة المشكلة مش من امس ولا من قبل امس ولا من قبل اسبوع المشكلة لها اكثر من شهرين وللأسف انه يعني الى الان ما في حلول في يعني لقاءات اقيمت في اتفاقيات اقيدت لكن فين المشكلة بالضبط فين المشكلة بالضبط يعني لزاما على الاطراف انهم يوجهوا اصابع الاتهام للطرف محدد حتى انه يضغط لحيث انه يكون في حل وخلال شهرين من بدء المشكلة عقدت السلطات المحلية بوادي حضر موت لقاءات مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة للوصول الى تفاهمات لحل المشكلة واعادة انتظام الدراسة غير ان اي انفراجة لم تعلن حتى اللحظة ليبقى الانتظار سيد الموقف بعد ان وصلت المحاولات الى طريق مسدود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر